لم يتبقى سوى شهر واحد على اعلان الصمت الانتخابي استعدادا لاستحقاق تشري بينما تسابق الاجهزة الحكومية المختلفة الزمن لانهاء جميع مستلزمات العملية الانتخابية المرتقبة وبينما حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظم المواطنين على المشاركة المليونية في الانتخابات حذرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت من تكرار سيناريو 2018 مؤكدة دعم المجتمع الدولي لانتخابات عراقية ذات مزداقية معترف بنتائجها على نطاق واسع غير ان ابرز مواقف بلاسخارت هو دعوتها العراقي لعدم مقاطعة الانتخابات وقالت ان المقاطعة ليست حلا وانما تصب في مصلحة من تعارضونهم ولا تريدون بقاءهم في العملية السياسية وحتى يوم الصمت الانتخابي في التاسع من تشرين الاول المقبل فان الحملات الانتخابية التي ابتدأت مبكرا هذا الموسم تميزت بتراشق غنائي شارك فيه مطربون عراقيون معروفون بينما عمد الاسلاميون الى المنشدين الانتخابات المرتقبة اذا ليست كسابقاتها فالعراقيون ينتظرون ان تحدث تغييرا فارقا وحقيقيا على مستوى البرلمان والحكومة التي ستنبثق عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر